إذن لبرج العقرب أنت رح تكون ماسك أسلحتك لكنك بتدافع عن نفسك يا عقرب في موضوع معين عم بتدافع عن نفسك فيه وعم تنتصر شايفي فيه انتصار في هذا الكرت على شخص كان يمكن من برج مائي أو ناري كنت عم بتتشاكس معه أو هو ظالمك في موضوع معين شايفي انه فيه انتصار على هذا الشخص رح تكون يعني طاقتك هذه الفترة مركزة على أنك تنتصر وفعلا رح تنتصر شوف شكل عام للعقرب عم بشوفك بتشتغل كتير يا عقرب عم بتحاول تحبوش مبلغ من المال يمكن عشان تفتح مشروع كنت عم تستنى إلك فترة إنك تفتحه عم بيكون في عندك شوي صعوبة هذا الشهر في جمع المال أو صعوبات مادية يمكن رح ينطلب منك مبالغ مادية هاي الفترة أو رح يصير معاك ممكن شغلة طارئة خلينا نقول تستنفذ مبلغ من المال من عندك خلينا نحكي الطاقات قبل ما ننسى بس الطاقات عم بتكون جدي عم بتكون حمل قوس دلو نارية ممكن مائية كتير مائية ترابية عم بشوفك في عندك شوية نقص في المادة أو عم بتعاني هاي الفترة قلنا في موضوع أجله أنت كنت والآن صار في أمل كبير كنت معلق أمالك على موضوع معين هذا الموضوع خاص ممكن يكون خلينا نقول السيناريو الأول في العمل في شخص من برج مائي ممكن يكون دلو ممكن يكون أي برج مائي أو ممكن يكون ناري هذا الشخص ممكن يساعدك في أو شراكة في العمل ممكن تفتحه مشروع جديد ممكن هذا الشخص المهم أنه رح يساعدك في موضوع العمل لو كان في عندك شخص بهذا المواصفات في العمل فهو حي ساعدك إذا كان موعدك بموضوع معين شايف في أمني عم تتحقق شوي شوي قلتلك تمسك شوي على المادة في أول الشهر بعدين رح تجيك وفرة معينة إما من ناحية العمل أو قرض أو أي شي يعني كنت تنتظره رح يصير في وفرة شوي شوي ولكن في أول الشهر شوي نمسك إيدنا شايفي في أمني عم تتحقق إما في العمل إما في العاطفة عم بتكون في العمل أكتر أنا شايفيتها يمكن اللي ما عنده عمل يمكن هذا الشهر كمان شخص بنفس المواصفات نفس الشخص اللي قلت عليه يعني حيساعد إذا كان عندكم بالعمل أو وعدكم في عمل معين عم بشوف في أطفال هون في فرصة حمل للناس اللي عم بيستنوا فرصة عمل عقرب يا عقرب عندك طاقة سلبية ويعني لحد الآن أنا مبسوطة أنه ولا برج طلع له هذا الشهر يعني طاقات سلبية بس أنت أول واحد يا برج العقرب للأسف في طاقة سلبية موجودة في إما سحر حسد عين موجود عندك عم بيسبب لك تأخيرات ومشاكل على جميع الأصعدة على جميع الأصعدة شوية تأخيرات شوية عم يفهموك غلطي يمكن الناس هاي الفترة ولكن سرعان ما شوي شوي تصبط الأمور وتكون أنت الامبراتور خلينا نقول أنت المتحكم في الموضوع رح قلت لك في عندك انتصار ولكن من بعد انتظار يعني الانتصار ما رح يجي في أول شهر شوي شوي رح يجي في نهاية الشهر يمكن في آخر أسبوع أو آخر أسبوعين رح تحقق نصر على شخص هذا الشخص ممكن يكون برجه ترابي أو مائي إذا كنت عارف طاقته أو عارف برجه شايفك عمبت يعني من بعد ما كنت تصرف من بعد ما كنت طبعا صريف العقرب من الناس الكريمين يعني اللي يصرف بدون حساب فشايفتك بعد ما صرفت مبلغ كبير يمكن عرفها هيات على هاي الأمور عم تمسك إيدك كمان ترجع آخر الشهر فأنا عبوصيك هذا الشهر كل ياته إنه تمسك إيدك مش بس يعني وتفكر بشكل عام بالمادة بشكل أحسن من هيك لأنه شايفك عم تعطي الرايح والجاية أو عم بتفرق نعطي إحنا وطبعا مطلوب إنه نعطي في هاي الحياة ولكن شوي بتفكير بعقلانية أكتر من آآ نفتح شوي على العاطفة نشوف لمحة عاطفية ما بعرف عن هذا الورق ليش بحبه بحسه عاطفي يعني ببفتح علي دايما نحن العاطفي بحسه في أكتر اذا كنت متزوج اذا كنت متزوج يا برج العقرب ففي بس مشكلة بسيطة ممكن آآ يصير فيها يمكن كلام جارحي يمكن أمور هذا في النصف الأول من الشهر ممكن يكون فيها كلام جارح أمور بتطلع لبرة يمكن الأسرار العيلة عم تطلع لبرة المهم مشكلة ولكن رح تجتازوها هاي المشكلة من بعدها رح تفكر في إنك تطلع تنفصل إنك تاخد قرار مصيري في هذا الموضوع ولكن سرعان أنا ما عم بشوف بقوم شوي شوي عم بتروء الأمور وعم بتتعلق موضوع الطلاق لفترة أخرى وكأنك عم تنسى الموضوع شايفي فيه مصالحات خاصة حكينا للمتزوجين اللي بناتهم مشاكل وحتى الأشخاص الثانيين كمان شايفي فيه مصالحات شايفي فيه مواضيع جدية ممكن تنفتح في هذا الشهر أو هاي الفترة ممكن تمتد كمان لنص نوفمبر يعني مش بس أكتوبر شايفي فيه شخص عم برائبكم اللي هو الشريك طبعا في شغيره فيه مراقبة من جهتك ومن جهته عم بتكون هذا الشخص إذا كان ناري أو إذا كان هوائي فهو يعني مية بالمية راجع هذا الشهر وهو اللي رح يرجع كمان الأبراج الأخرى يعني الطاقات الأخرى كمان طبعا وارد لأنه هذا الكرت جدا إيجابي ولكن أنا قلت هذيك الطاقات يعني بنسبة أكبر خلينا نحكي هذا الشخص عم برائبك عم يعني مش ناسيك فيه تواصل وحاني قوي عم بيكون بينك وبينه شايفي فيه علاقة ثلاثية كانت موجودة في الماضي وعم تنتهي الآن لأنه مائلها وجود كانت موجودة في الشهر الماضي أو في القراءة اللي كانت بين منتصف سبتمبر بتوقع لمنتصف أكتوبر عم بشوفها في هاي الفترة عم تنتهي وعم بتزول مائلها لكن هي هون عم تتفرج من بعيد عم تحقد حسد حقد من هذا النوع لكن شايفي أنا الأمور بشكل عام جدا ممتازة شايفي معجب ممكن يكون من برج ترابي أو ناري عم بتطلع من بعيد لبعيد هذا الشهر ممكن أنه يتقدم بخطوة خلينا نحكي ناحية العلاقة هذا الشخص على فكرة قلبه صافي ونيته صافية إذا كان بالطاقات اللي أنا قلت عليها خلينا نشوف مسج من الحبيب إذا كان بعيد أو قريب يعني نشوف إيش حابب أنه يقولك مش قادر أو من عقل الباطن مثلا مسج كلمة كتير حلو هات المسج وهيك راقي بيقولك أنه أنا عم بحلم بطفل منك وانتهى بس أكتر من هيك يعني أكتر من هيك عبس نشوف إذا في تحذير هذا الشهر أو حتى بشارة أو شي للعقرب التحذير اللي قلنا عنه قبل شوي من ناحية المادة نمسك إيدنا فيه تشالينجز معينين فيه شوية مشاكل رح تكون خاصة في العمل أنت رح توصل للقمة ورح تنتصر ولكن من بعد شوية صعوبات ومن بعد شوية اللي هما تحديات قلنا فبس نصبر شوي ما نعصب ما ناخد قرارات صادمة سريعة لأنه برج العقرب عم يعصب كتير هاي الفترة عم بيكون طاقته نارية مبين من الورق شوي سريح حركت الكاميرا لا طلعلك كتير رح أقرأهم كلهم عفكرة أول شي لا هذا تحذير أكتر ما هو هي نصيحة يعني بس بنصحك بأنه تدير بالك من الأصدقاء اللي عاملين حالهم أصدقاؤهم أساسا أعداء بحذرك من طاقة سلبيه يمكن ظهرت قبل شوي شفناها بقولك اسمع للطرف الآخر يعني ما قلتلك قبل شوي ما تتسرع بأخذ القرارات اسمع بشكل خليك مصغي مش مستمع يعني بإصغاء استمع ويعني زن الأمور قبل ما تاخد أي قرار بيقولك استمع استمع بس للناس تانين ويمكن معناها أنه اسمع أكتر ما تحكي خد أكتر ما تعطي يعني اسمع اسمع وما تحكي أسرارك لحدا كتم على الأمور ممكن يكون هيك معناها حباي ببرج العقرب بشوفكم بالفيديو الجاي حباي